بسم الله الرحمن الرحيم زي ما اتفقنا هنحل على كلها ماشي اللي هو على عشان نبقى خلصنا اليونت ديت ونخش ان شاء الله على وهي اخر عندنا السنة دي اللي هي السوية عايزكم قبل ما نخش وتحلوا معايا دوت هو ده على الكتاب المدرسة ده اللي بيقى موجود في كتاب المدرسة ماشي ده انا بحلوا عشان ده بنسبة كبيرة اللي بيجي منه الاسئلة ماشي فاحنا هنحل ده مع بعض وعايز كنتوا تحلوا بقى اللي هو اللي بعده دوت هتحاولوا مع نفسكم كده واحدة واحدة بعد ما تكونوا راجعتوا الدرسين دول كويسة فاحنا هنحل دوت وان شاء الله يعني يكون في معلومات نكون خدناها بنسبة كبيرة بازن الله طيب نقول بسم الله كده ونبدأ اول سؤال عندي وجايب لي هو زي كده انا بختار منها اول سؤال بيقول لي اتفاق انا بقى ميني اللي 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 بتنقل البلد للهارد اللي جاية للهارد مين؟ قلنا عليها اه صح؟ ماشي؟ يبقى لما لقى حاجة سؤال زي كده في الامتحان اخترت الفينز يبقى ايه اشطب عليها كده او اعمل عليها خط صغير كده عشان ايه خلاص انساها ما امفكرش فيها تاني ماشي؟ يبقى الفينز هي اللي بتكره البلد للهارد طيب زي 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 ايه كان في ايه ما بين الاتريم والفينتريكال اه جوة القلب فاكرين؟ زي زي ايه افولف صح؟ افولف يعني ايه فاكرين؟ اه ترباس كان فيه ترباس صح شان يمنع ايه؟ الدم بعد ما يخش ايه مايرجعش تاني ريترنينج باك لو فاكرين ماشي؟ طيب ثيوب الي بتطلع من الورييناري بلدر بتطلع من الورييناري بلدر تكفي الخاص بها كده اهم ايه؟ يوري ثيرا اماشي؟ كان اسم ايه يوري ثيرا طيب جميل كده اتريام اه كونتراكد؟ إذا تتحرك الجزء في الجزء الملغي هذا السؤال في الجزء الملغي هل تفكرين هذا السؤال؟ كنا نقول على هذا السؤال هل تفكرين هذا السؤال؟ فكرين كنا نقول للأرتريز دائما ستجد حاجة وإستمر بالأكثر مثلا طيب لو كانت كاري بلود كانت كاربون دائما دائما تجد تجد معادة وإستمر بالأكثر ماشي؟ طيب كل رقم 6 يقول لي مين اللي بلون ساك ساك يعني كيس؟ مين اللي كانت على شكل كيس؟ كان اسمه ايه؟ صح؟ مش نتفن نوع ده بلونة على شكل كيس طيب يمين بلود كونسس أوف ريد بلود سيل ويد بلود سيل ايه أندي ايه؟ البلود كان بيكونسس من أربع حاجات صح؟ الريد والويد ومين ومين؟ والبلود بليتليتس صح؟ وآخر حاجة نتسمعي البلازمة ماشي؟ طيب وإيه وإيه؟ ها بيتكون من إيه وإيه تاني؟ الحاجات اللي فوق اللي عندي ديت ها يوريا عند ايه؟ يوريك أسد صح؟ بيتكون من الوطر ماشي؟ والدين اللي هو الملح الزيادة واليوريا واليوريك أسد طيب رقم تسعة عندي دي دي مش عندي برضو دي تابع الحتة المرهية اللي هي ماشي؟ فدي كمان برضو مش علينا طيب هنخش على صح وغلط وبيقول لي طبعا صح وغلط يعني صحة وهن نكتب التصحيح بتاع الأسئلة اللي فيها خلط او زي عندي بيقول لي يعني فيه فالفات فيه تلبيس في البلد في الهارد كافتي اه مزبوط طبعا فيه فالفات عشان تقفل وتفتح طيب لا احنا اتفقنا بقى البلومناري ارتي هي اللي بتدليفر البلد طوزا لانج ماشي؟ طيب سؤالي بعده بيقول لي الويد بلد سيل الويد بلد سيل بتحميل او بتهاجم المايكروبس او بتحميل بادي من المايكروبس صح طيب اخلص الويد بلد سيل دي هي اللي بتحميلها من المايكروبس طيب اتينج ميلز ريتش انفاتس انسولت اكتيفتيز او اكتيفاتس يعني لما اكل ميلز يعني واجبات او اكل عامتا ريتش انفات انسولت يعني زيادة في املاح والالفاتس اللي هي الدهون وكده ده بيزود او بيقويل سيركولاتري سيستم اكيد غلط صح؟ لا طبعا مش صح طبعا غلط صح؟ عشان دوت بيزيل السيركولاتري سيستم هارم زائك ماشي؟ طيب جميل رقم 6 يقول لي كدني الكدني بتفلتر الوطر والمية الوطر سوري والملح لحد هنا السؤال صح بس هل يعني هل الكدني دي بتنظف الاكل؟ ولا بتنظفه من ايه؟ من الاكل قصدي؟ ولا من ايه؟ مش فود خد بالك شوفوها جايب اخر حاجة بس هي اللي تلغبها ماشي؟ هي بتنظفها من هبنتكلم على الدم اللي ماشي جوه جسمي من جوه دوت دم صح؟ كل ده دم من جوه مش اكل يعني اللي ماشي جوه جسم دم بيبقاش اكل ماشي؟ طيب يبقى لحد هنا السؤال كان كله صح لحد الحت دي بس ماشي؟ يعني لو كان جاب لي يبقى لسؤال ده كان صح انما هنا غلط وهنقول نغير بس فود دي نخليها ايه؟ بلط طب لا طبعا مش دي مش اليوريتر صح؟ مين اللي كان بيكستند طلع من اليورينر برادر صغيرة كده؟ وكانت يعني مفتوح على الجسم ليوري ثيرا ليوري ثيرا ماشي؟ طيب جميل طعا نشوف اللي تشوه ده بيقولي اول سؤالة عندي بيقولي القلب ماسكولار يعني عضلة بالضخ على قد صباعي ولا الفوت رجلي ولا على قد الفيست ايه دي كنا قلناه على قد ايه؟ الفيست اللي هي ايه؟ طيب جميل بلد فيزل ويتش كاري بلد فروم زهارت ارزة مين بقى اللي يبي كاري فروم زهارت ومش توزهارت انتفقنا ان توزهارت كمين كان الفين صح؟ طب فروم زهارت كان الايه؟ الارتري طيب جميل مين اللي بيهاجم على طول المايكروبز؟ مين؟ على طول ارى اللي بيهاجم المايكروبز؟ على طول ده الرجل المحترم اللي هو الويد بلد سيل طيب من اللي بيطلع من جسمي؟ الكربون داكسايد والووتر ريليزت يعني بايزة ريليزت يعني يطلع او يخرج بتخرج عن طريق الكدني ولا الـ ولا الـ فاكرين الـ قلنا عليها اللي هيال ايه؟ اللي هيبخور الماي اللي بيطلع عن بقى لما قلتلك اهه، اعمل كده صح؟ ده بيطلع من ايه؟ من الكدني ولا من الـ من الـ من الـ طيب جميل فاكرني اليوريا. اه اليوريا دي ايه? كنا قلناها برده انا فاجأة. صح كده? طيب جميل. اصلي بعده. ده اجيب لي الاشكال بتاعت اللي هي والحاجات ديها. دي كانت الاشكال بتاعتها كانت موجودة في المعاصر. ممكن تبصوا عليها كده وترجعوها. ماشي? عامة هو كان آآ رقم اربعة دوت كان ده البلازمة. ماشي? على شكل ماشي? ورقم تلاتة دوت كان ورقم واحد كان ده ورقم اتنين ده كان ماشي? ويقول لي بقى اكتب لي بتاع رقم اتنين وواحد. ماشي? وبيقول لي يعني مين فيهم اللي بي 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 كاري يعني بيحمل الووتر والفود ماتيريال. البلازمة. ماشي? مش ها انتفقنا ان البلازمة هي اللي كان بتآ بتكاري الووتر والفود ماتيريال. ماشي? بس السؤال ده ما يهمينيش قوي قوي يعني. من نسبة جيلة ما بيجيش في الانتحان. ماشي? هو مجرد بس انه وعي زي كده بس في ايه في اخر الدرس يعني. ماشي? عايزكم بقى زي ما اتفقنا نحل الايه? الاكسرسيز دوت. بتاع المعاصر بقى اللي هو دوت. ماشي? عايزكم تحلوه. وان شاء الله ما فيش حاجة توقف قدامك يعني. عشان انتو لما هتحلوا دوت مع الشرح. مع اللي احنا حلناه مع بعض اللي هو دوت. اللي هو طبعا بعد كل درس. دوت. ان شاء الله مع الدروس ديت. اه هناخد بنسبة مسلا ستين سبعين في المية من الدرس. تيجي بقى انت وانت بتحل في الامتحانات في الاخر معايا. خلاص بقى هسستمك انا متقلقش. واحنا بنحل في الامتحانات في الاخر بقى. هنقول بقى الاسئلة هتتكرر بقى. هيمسك لك بقى ايه? في كل درس. ويجيب لك الاسئلة المهمة فيها. ويقعد يقررها في كل امتحان. واحنا نقعد نحل فيها نحل فيها نحل فيها. لحد ما نحفظها بقى ايه? بنسبة مية في المية. ماشي? يا رب يكون اليونت دي سهل وبسيط عليكم ان شاء الله. والدرس اللي فات بتاع دوت يكون سهل ان شاء الله. بإذن الله الفيديوهات الجاية هتابع على اليونت سري اللي هي الصويل. وارب بتكونوا فهمتوا وبالتوفيق لكم ان شاء الله. شكرا.